نروح لاتحاد الكور وزي ما قلت لحضراتكم بكرة اجتماع في ممتها الأهمية اتحاد الكور بكرة هيجتمع بمجموعة من ممثلي الأندية عشان يتناقشوا ويطرحوا كل ما يتعلق بمنظومة التحكيم كل الشكاوى اللي قدمتها الأندية من الحكام أو حملات الهجوم الشرسة يمكن على حكام الساحة وعلى طبعا الفار لأنه احنا عندنا حكمين دلوقتي يتحملوا مسؤولية القرار حكم الساحة اللي موجود في الملعب وحكم الفار المفترض أنه ينبه حكم الساحة لصحة أو خطأ قراره والاتنين بيتحملوا مسؤولية القرار في النهاية عشان الاجتماع ده هدفه أنه نوصل بقى لحلول يعني بدل ما الفار كان جاي يحل أزمة الفار في حد ذاته وبقى بيصدر أزمات ومفترض إن شاء الله بإذن الله هتناقش أو تفاصيل الاجتماع ده أو تفاصيل مخرجات الاجتماع ده بقى تتناقش مع شركة المنفذة أو القائمة على تنفيذ التقنية في مصر والحقيقة يمكن كان فيه جزء من المسؤولية يعني اتحاد الكرة كان يعني بيشوف أنه الشركة دي هي اللي كانت مسؤولة عن جزء كبير جدا من الأزمات الأخيرة كمان هينقش الاجتماع انتخاب المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول طبعا بعد ما انتهت مهل التقديم الأندية لترشيحتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين النادي الإسماعيلي بس هو اللي كانت تقدم وقام بترشيح المستشار نصر عزام لعضوية الربطة شكرا